سورة القرآن The message of لا إله إلا الله محمد رسول الله It is a warner to the people Reminder to the people الله سبحانه وتعالى من شرع نظر آية سورة الطهب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ومن عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله عز وجل سورة الطهب فإما يأتينكم مني هدى I give you the guidance I give you the warner I send you the message I send you the Quran فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى فلا يضل ولا يشقى فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى ونحن نعطيه في الصحر في الصحر في الصحر في الصحر سيكون يضل ولا يشقى لا يشقى قال ربي لا يشقى ومن اتبع هدى فلا يشقى ومن اتبع هدى فلا يشقى وقد كنت بصيرا وتعالى وكلنا من هذا في الآية نمبر 12 فمن شاء ذكرا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة هذا القرآن يقوم بسيطة في جميلة جميلة من الله سبحانه وتعالى قمت بسيطة قمت بسيطة من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه من أجلها بأيدي سفرة كرام بررة في آيه 15 و آيه 16 الأيدي سفرة بأيدي سفرته من سرابة و جميع جميلة إلى السرابة كنت توقف عن الناس إلى 23 عام إلى تبعيه لأيدي سفرة بسيطة جبريل بأيدي سفرة سفير سفير هو يريدون الملائفة في مدينة جميلة تقوية بأيدي بأيدي تلك سفرة إنهم هم المساعدات من الله سبحانه وتعالى إلى القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكرام من بردهم هم كثيراً لذلك يمكن أن يكون أخوة أخوة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تعرف القرآن hjکم وكان قلقت القرآن هم ستتعلم مع هذه الأخوة مع السفرات الكرام البررة تلك الأخوةний الأخوة الأخوة العضلة الأخوة العضلة وهو هو الإقفال القرآن والقد فأعتقد أن القرآن منrak الض setup هو س deductionный لدere لكنه cartridges ق dengan النار هو مغ Deutsch للتست Colon gros القرآن لدينا أشخاص بي دفعين 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 لذلك يا أبي وبي وآنا هذا ممتع لنا لتكون مع الأجلين ويجب أن يجب أن أشخاص ب القرآن القرآن أشترك في عام رمضان القرآن أشترك في عام رمضان الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ويجب أن أشترك في عام رمضان وليس فقط القرآن والتوراة والتوراة والكترات ويجب أن أشترك في عام رمضان ويجب أن أشترك في عام رمضان القرآن بدأت بإقراء باسم ربك الذي خلق في عام رمضان إلى 23 عام بعد ذلك لكن المبسطة والتوراة والصحف إبراهيم والموسى من أشياء الإبراهيم والشياء وصولوا إلى إبراهيم والموسى في المنزل في عام رمضان هذا هو لذلك وعندما أصدق من بيت العزة في المساعة سوى بيت العزة بيت العزة المنزل المنزل إلى المنزل إلى المنزل إلى ربيع الله لذا الذي قال الله عز و جل في سورة الواقعة لا يمثه إلا المطهرون لا يوم شخصيش على هذا القرآن تطور المطهرون او من هذه الناس ؟ هم من المطهرون ليس نفسنا نحن مطهرون نحن يتجمع جنابه نحن نفعل المطهر نحن نفعل نفعل نسيق نحن لنصدر ولكن المطهرون المطهرون. هذا لذلك يقول لنا لا نستطيع قراءة القرآن إذا لم تكن لديك وضوء. هذا ليس صحيح. هذا ليس صحيح. يمكننا قراءة القرآن من وضوء. يمكننا قراءة القرآن من وضوء أيضا. لأننا نستطيع قراءة. والآية التي تأكدت أن تكون المطهرون. من الله سبحانه وتعالى الآية 17. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ يا الله. هذا هو آية جدا. قال الله سبحانه وتعالى قراءة ذلك. الذي تؤكد في هذه المطهرات في القرآن. الله سبحانه وتعالى. قال لهم. هذا يعني أنه قراءة. ومن يقراءة سوف يخرج من المرسي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَابَةَ. أمين! الذي تأخذ القرآن! الذي تأخذ القرآن! الذي تأخذ القرآن للقرآن. الذي تأخذ الغرفة إلى المنطقة. الذين يتبعون الناس الذين يتبعون كل هذا هذا الناس يتبعون بالعياد بالله نرى الحقيقة نعم وكما تظهر على نفسك الآيات يأتي بعد ذلك يقول هذا الناس الذين يتبعون تظهر على نفسك كيف تصويتك كيف تظهر هذه الناس تظهر الناس في القرآن مع هذه المساعدات رجل الله سبحانه وتعالى قال من أي شيء خلقه من مصفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره من 18 إلى 23 نحن نحن ذلك يقول من أي شيء هذا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره هذا المساعدات هذا المساعدات الذي لا يمكنك أن ترى بها من نفسك يحتاج إلى ميكروسكوب ثم الله سبحانه وتعالى من المدينة من المدينة حقاً يجب أن تفكر كيف نحن نحن ثم أماته فأقبرا أو ماذا تفكر كما تفكر الله سبحانه وتعالى ثم ماذا؟ ثم الله سبحانه وتعالى كلا لما يقضيه معمار يجب أن تفكر ويجب أن تفكر وفق المدينة والرؤولة سبحانه وتعالى أخوة أني أخوة إنسان ضعيف وفي كل هذا المدينة الله سبحانه وتعالى أعطائنا 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 نستطيع أن نحن نحن تحليم هذه المدينة وليس بما ذلك الله سبحانه وتعالى أعطائنا 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 كما قلنا في قبل